بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي دارس مقرر جبرى المصفوفات ومع الجزء الثاني من الدرس الثاني في الوحدة الثانية نتعرف فيه على حالات عدام قيمة المحدد وقبل أن نشرع في سرد الحالات الثلاث التي ينعدم فيها قيمة المحدد نود أن نعرض قاعدة هامة وهي أنه يمكننا استخدام العمليات الصفية الأولية عدل أعمدة كما نقوم بها على الصفوف لماذا؟ لأنه كما درسنا من قبل أنه يمكن حساب قيمة المحدد باستخدام قيمة أي صف أو أي عمود والقاعدة تقول أن لو أن A مصفوفة مربعة square matrix then determinant of A يساوي determinant of A transpose أي أن قيمة محدد المصفوفة الأصلية تساوي قيمة محدد النتج عن المصفوفة بعد تدويرها فلهذا يمكننا إجراء العمليات الصفية الأولية على الأعمدة كما نقوم بها بالضبط على الصفوف you can apply elementary row operations on columns as well as you can apply it on rows إذن ما يقال على الصف يقال على العمود فالآن عندنا ثلاث حالات يمكن بل ينعدم معها قيمة المحدد الحالة الأولى أن يكون صف أو عمود عبارة عن أصفار an entire row or an entire column consist of zero كل عناصر صف أو عمود عبارة عن أصفار الحالة الثانية two rows or columns are equal تساوي صفين أو عمودين حالة الثالثة one row or one column is a multiple of another row or column أن يكون أحد الصفوف عبارة عن مضاعف لصف آخر وكذلك قد أن يكون أحد الأعمدة عبارة عن مضاعف لعمود آخر ومع الأمثلة التوضيحية في المثال الأول لتبين حالات عدام قيمة المحدد لو نظرنا إلى الصف الأول لوجدنا أن كل عناصره عبارة عن أصفار وهذا هو ساب إنعدام قيمة هذا المحدد في المحدد الثاني لو نظرنا إلى الصفين الأول والثالث لوجدنا أن عناصرهما المتناظرة متطابقة وهذا هو ساب إنعدام قيمة هذا المحدد أن R1 يساوي R3 في المثال الأخير لو نظرنا إلى العمود الأول وكذلك العمود الثالث لوجدنا أن هناك علاقة تربط عناصرهما المتناظرة معا ما هي؟ هي أن C3 يساوي ثلاثة أمثال C1 ولكن بعكس الإشارة أي أن C3 يساوي سالب ثلاثة C1 فلو نظرنا إلى العنصر واحد في سالب ثلاثة يساوي سالب ثلاثة إثنين في سالب ثلاثة يساوي سالب ستة سالب إثنين في سالب ثلاثة يساوي موجب ستة وهذا هو سبب إنعدام قيمة هذا المحدد هو أن العمود الثالث هو حاصل ضرب العمود الأول في سالب ثلاثة كيف نستخدم هذه الطريقة لإيجاد قيمة محدد؟ في البداية تكون المصفوفة لو أخذنا مثلا مصفوفة ثلاثية عناصرها هكذا أي تعناصر باستخدام العمليات الصفية الأولية على الصفوف أو على الأعمدة يمكن تحويل هذه المصفوفة إلى مصفوفة مثلاثة علوية أو كما نقول إن رو إشلونفور بمعنى أن يكون كل العناصر تحت القطر الرئيسي عبارة عن أصفار فتكون مصفوفة مثلاثة علوية وقد أخذنا من قبل نظرية تقول أن قيمة المحدد للمصفوفة المثلاثة العلوية أو السفلية هي حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي لذا فيصبح عملية إيجاد قيمة المحدد هي بضرب عناصر القطر الرئيسي فقط والمثال الذي معنا يوضح التالي لدينا المصفوفة عناصرها كما تبدو أمامكم فماذا نفعل نريد أن تكون العناصر تحت القطر الرئيسي عبارة عن أصفار فبعد ذلك نضرب عناصر القطر الرئيسي في بعضها فتنتج قيمة المحدد مباشرة لذا ماذا نفعل أحبتي نريد أن يكون العنصر الأول هذا واحدا فماذا نفعل يمكن أن نبدل الصفين الأول مع الثاني واحد جاهز هنا نبدله فيصير الصف الأول أو العنصر فيه واحد وكما تعلمنا من خواص وتأثير العملية الصفية على المحدد أنه عند إبداء الصفين تتغير قيمة المحدد لذا أخذنا سالب عامل مشترك خارج المحدد الخطوة الثانية نريد أن نصفر هذه الاثنين ماذا نفعل نضرب الصف الأول في سالب اثنين ثم نجمع النتج على الصف الثاني فتكون قيمة المحدد كما تبدو أمامكم وطبعا نحن نعلم أن ضرب صف في عدد وجمعه على صف آخر لا يغير في قيمة المحدد لذا لم نأخذ أي عامل مشترك خارج المحدد الآن قمنا بتصفير العنصرين تحت الليدينج وان وهو الواحد الآن ماذا نفعل في الصف الثاني يمكننا أخذ سالب سبعة عامل مشترك كما يمكن إبدال الصفين الثاني والثالث فلو أخذنا مثلا سالب سبعة عامل مشترك حتى يكون هذا واحد أو معنى آخر ضربنا هذا الصف في سالب سبعة ماذا يحدث؟ سالب سبعة في سالب واحد بالخارج يعطي موجة بسبعة ويصبح هنا سبعة على سبعة فيها الواحد أربعة عشر على سالب سبعة فيها السالب اثنين الآن نريد أن نصفر هذا الواحد ماذا نفعل؟ نضرب الصف الأول في سالب واحد ونجمع الناتج على الصف الثالث فيصبح العنصر الذي تحت الواحد سفرا الآن أحبتي أصبحت أو أصبح هذا المحدد في رو إشلون فورم أو مصفوفة مثلثة علوية إذن كيف نقوم بحساب قيمة هذا المحدد ببساطة؟ Determinant of a يساوي حاصل عناصر القطر الرئيسي وهي سبعة ضرب واحد في واحد في سالب واحد يساوي سالب سبعة ترجمة نانسي قنقر